اهلا بكم مشاهدين الكرام الى هذه الجولة في اقوال الصحف التي نبدأها بمقالي علي النزلة في العربية الجديد بعنوان ماكرون والحنين الى عهد الانتداب اعتبر فيه ان الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون حقق الاسبوع الماضي انجح حملة اعلامية عالمية في مساره السياسي عندما قام باكبر استعراض سياسي وسط بيروت وهي تحترق ورأى الكاتب ان زيارة ماكرون لم تكن انسانية من رئيس دولة شقيقة جاء ليتضامن مع شعب منكوب وابداء التعاطف معه في وقت كان سيده الذهول وانما ارادها ان تكون بطعم سياسي عندما حمل بلغة قاسية ومباشرة على الطبقة السياسية اللبنانية التي وصفها بالفاسدة وعلى النظام اللبناني السياسي والمصرفي الذي دع الشعب الى تغييره واضاف يعرف ماكرون قبل غيره ان دعوته الى مثاق سياسي جديد في لبنان لا تعد ان تكون مجرد صرخة في واد لان النظام السياسي في لبنان معقد ولا يمكن وضع حد له بمجرد تشكيل حكومة وحدة وطنية في المدن الالكترونية كتبت رشال اطرش مقالا بعنوان بلغ لبنان حده وانفجر وقالت كان انفجار مرفأ بيروت هو المجاز المتحقق الدامي وباهظ الثمن لتفجر لبنان المنظومة والدولة والشعب التناقضات والتماهيات مئات القتلى الاف المصابين عشرات المفقودين واضرار بمليارات الدولارات الارقام تتهافت والكلام السائد انه لا دولة في لبنان واضافت لكن هذا الانفجار يثبت بالاوراق والوثائق والكثير من الاختام والتوقعات التي يتداولها الاعلام بكثافة الان ان هناك دولة بل دولة هائلة هرم فارع وجذوره ضاربة في الارض بعمق الحفرة التي قدمت بيروت كما رأت ان انفجار المرفأ جريمة دولة تتغذى من بيروقراطيتها لتنتج المزيد من هذه البيروقراطية التي تقتات عليها التنفيعات وهذه الاخيرة فيتامينات النظام الدولة والنظام في لبنان مصصا دماء استنفذ كل العروق وما عاد لكل منهما سوى الاخر ليبقيه حيا ميتا وفي شأن اخر انقت مجلة الفوريين بوليسيا الضوء على تقرير الرقابة الداخلية بوزارة الخارجية الامريكية الذي يشير الى انه رغم استخدام وزير الخارجية مايك بومبيو الاجراءات المناسبة لتسريع مبيعات اسلحة الى السعودية والامارات العام الماضي الا انه اخطأ في عدم تقييم المخاطر الانسانية لمثل هذه الخطوة وتقول الفوريين بوليسي ان التقرير وجد ان وزارة الخارجية لم تقيم بشكل صحيح الاثار الانسانية لشحن المزيد من الاسلحة الى الرياض في خضم مشاركة التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب المستمرة باليمن والتي شهدت قصفا عشوائيا للمدنيين من قبل السعودية والامارات بالذخائر الامريكية ما خلف اثارا انسانية مدمرة وتضيف التحقيق جاء بعد محاولة ادارة ترامب عرقلته رغم الضغط الكبير الذي قاده الديمقراطيون في الكونغرس لمنع بيع الاسلحة للسعودية والامارات وان مسؤولين بوزارة الخارجية ترك منصبهما نتيجة الضغوط التي مورست عليها من بومبيو لاعطاء غطاء قانوني لعملية بيع الاسلحة والى موضوع اعلان روسيا اكتشاف اول لقاح لكورونا كتبت لكرواء الفرنسية تقريرا بعنوان اللقاح الروسي دعاية وليس علما وجه فيه اثنان من المتخصصين الفرنسيين انتقادا لاعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تطوير اللقاح ونقلت عن البروفيسور الفرنسي اعلان فيشير واوديل لناي قولهما ان الاعلان عن اللقاح مجرد دعاية سياسية سيئة للغاية فمن المستحيل تصنيع لقاح في غضون اسابيع قليل فقط انه تسجيل دعاية سياسية وليس علما ويضيف الطبيبان ليس من قبيل الصدفة ان يكون فلاديمير بوتين هو الذي اعلن اللقاح نرى الرؤساء مثل فلاديمير ودونالد ترامب يتولون اصدار اعلانات بدلا من العلماء وقبل الاوان وهذا من شأنه ان يؤدي الى عدم الثقة في الابحاث عن اللقاحات وننهي فقرتنا كالعادة بالكاريكاتيو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة